أعوذي بلان مهيطار رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الوحدة الثانية عشر التلوث بالمبيدات باستي سايد بوليوشن نواصل شرح محتويات هذه الوحدة في هذا المقطع نتناول أهداف هذه الوحدة الثانية عشر التعرف على المبيدات وأقسامها وأقسام المبيدات ثلاثة أقسام منها مبيدات حشرية مبيدات حشرية ومبيدات فطريات ومبيدات أعشاب مبيدات أعشاب هذا من الصورة توضح بعض المبيدات ترش في أماكن وقالب ما تكونها حشرية الأثار الضارة للمبيدات الأثار الضارة لها ممكن تنقسم إلى ستة أقسام أثار الضارة على البيئة وكذلك الحيوانات أثار الضارة أيضا على النباتات على الإنسان على الطيور يؤثر على الطيور والأسماك الحشرات النافعة وأخيرا تلوس التربة الوغاية من المبيدات وغاية من البيتات يمكن نقسمها إلى حوالي سبعة طرق يمكن نتقي بها شرها للمبيدات نمرة واحد ممكن استخدام الأدوات السلامة الشخصية التي تسمى Personal Protective Equipment نمرة اثنين عدم الملامسة نمرة ثلاثة عدم فتح الحاويات بدون لبس Personal Protective Equipment أو أدوات السلامة الشخصية بدون وجود أدوات السلامة الشخصية عدم استخدام تركيز عالي من هذه المبيدات يعني يجب أن يكون هناك الابتعاد عن التركيز استخدام التركيز العالي عدم أكل المواد الغذائية الملوسة نمرة ستة غسل الخضروات قبل أكلها ونمرة سبعة استخدام أو الابتعاد عدم استخدام عدم استخدام مياه الشرب القريبة من مناطق الرش يعني القريبة من مناطق المرشوشة بالمبيدات وبهذا نصل لنهاية هذا المقطع والتعريف بالأهداف وسوف نتناول الشرح بالتفصيل لهذه الأهداف في المقاطع القادمة إن شاء الله